تقدم نائب رئيس مجلس وزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح بعظيم الامتنان لرئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم ولأعضاء مجلس الأمة كافة على الدعم المقدم والمساندة لاحتواء كل ما قد يعرقل مسيرة القطاع النفطي لدولة الكويت ووجه الصالح في بيان وافر الشكر لكل العاملين بالقطاع النفطي الذين غلبوا المصلحة العامة والتزموا بأداء مهام عملهم وأثنى الوزير على خطة الطوارئ المحكمة وسلامة ونجاح الإجراءات الفنية التي أسهمت في الحفاظ على مستويات معتدلة من الإنتاج والتكرير والإفاء بكل التزامات مؤسسة البترول الكويتية محليا وعالميا دون انقطاع كما أشاد بموادرة اتحاد عمال البترول وصناعة البترو كمويات بإلغاء الإضراب الشامل والعودة لطاولة الحوار والتفاوض للوصول إلى حلول توافقية